ايوا ما هو ده بقى هياخدنا لبقى مسألة التشوية انا بعد ما اوسق بالمتاح امامي ايه ازاي احميه واحنا بنتكلم بعد 50 سنة الدنيا تغيرت يعني دلوقتي عندي سوشيال ميديا عندي اي حد يقدر يدخل يكتب يعني ويجيب وسائق بقى ما تعرفش هيجيبها مني لكن الاجيال اللي طالعة دلوقتي بتقابل قدامها سوشيال ميديا وبيتقابل قدامها مراجع للتاليخ عن اكتوبر نحمي ده ازاي ما هو انت تحميه بالافراج عن الوسائق خوة طبعا هي المهنة بتاعتنا مهنة صعبة احنا بنقارن بين الروايات المختلفة لكن انت لو يسرت لي الامر وطلعت لي الوسائق المقفولة ده انا عايز اقول لحضرتك انه وسائق صورة 23 يوليو كلها مش متاحة لنا 23 يوليو ووسائق حرب 56 مش متاحة لنا احنا بنرجع ليه للارشيف الامريكي او الارشيف النمساوي او الارشيف الكندي او الارشيف الفرنسي بنرجع ليه للارشيف دي لان المقل مش متاح لنا الوسائق دي فهي مهمة على فكرة ويريت يعني الرئيس السيسي يشكل فريق علمي ويتم الافراج عن الوسائق كل يؤثر على الامن القومي نعمل عليه وده شيء مش صعب يعني التعامل معاه لان زي ما حضرتك قلت الجهة هي مسؤولة وتقدر تقول بالضبط ايه يعني انا انا عاتب على المؤسسات المصرية يعني اعاتب على في مسألة اشرف مروان مثلا احنا ننتظر لما اسرائيل تفرج عن اشرف مروان وزي ما قلت لحضرتك هناك امور يعني بتبقى يعني خارجة عن ادراكنا احنا وبتبقى يعني راجعة لاصحاب الاصحاب الاصحاب لكن هو ماشي لكن هو لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الجنود العاديين اللي حضرت لهم على الارض هل هناك من طريقة اخرى للحصول على وسائقهم لانها بتحكي ابطال بتحكي حكايات بطولية تستفيد منها الاجيال اللي جاي ياريت القادة اللي لا يزالوا على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة برضو يساعدونا في ان هما يرووا روايات عن الجنود ياريت وزارة الدفاعات تدينا عنوين جنود ممكن نقب عنهم ونعمل لقاءات يعني احنا انا ما عنديش منع انا شخصيا ان نشكل فريق علمي من تلمزيتي اللي بيعلم منه مجسر ودكتوراه معايا وينزلوا يقابلوا وينسافروا على نفاقاتنا احنا القرى والنجوع والعزب والمدن وينقابلهم وناخد منهم نسجل ده يعني طيب لو كلمنا بقى عن التاريخ اللي موجود حاليا اللي بيحكي عن النصر الشعب المصري كان عامل ازاي في اثناء الحرب لانه هو كان ليه دور لا يقل اهمية عن دور القوات المسلحة بدعموا ليها والنصر على فكرة نصر الجيش والشعب معا بالزبط الشعب كان يعني مساند لقوات المسلحة ووقف جنبه واللي خد الصدمة بتاع 5 يوني 67 الشعب والجيش معاه الدولة كلها اخذت انتفاضنا بسرعة ووقف بدأ الشعب ينتبه انه لازم يسند الراجل الكبير زعيم جمال عبد الناصر لازم يقف جنبه ولذلك عانى الشعب بمعاناة شديدة جدا ثم بعد ذلك بدأ يتجي بقى ليه المساهمة في المجود الحربي التطوع فيه التطوع تم 68 من الشباب سابوا جمعوا وراحوا وتطوعوا طيب هل دول الشعب المصري تم تقاريخه بالشكل الكافي في الفترة دي؟ لا والله يبدو لم يتم يعني الذين تبرعوا للمجود الحربي يعني ام كلسوم مثلا دورها تم تسجيله وتوسيقه مثلا البعض الفنانين تم توسيق دورهم لكن الشعب العادي اللي شارك في المجود الحربي الشعب اللي تحمل الضغوط خاصة في المواد التموينية وما الى ذلك لا والمهجرين واستقبالهم في المدر طب دي مشكلة مين بقى انه هو عدم تقاريخ الدور الشعب المصري يعني دي بعيدة عن جهات معينة ده دور المؤلخين اه طبعا يعني ده برضو محتاج فريق عمل لانه ده ما يعني ما ينفعش حد منفرد يقوم به ممكن تنعمل رسالة مجلسية او دكتوراه لكن احنا بنقول الاحداث الكبرى في تاريخنا اللي بيتم تشويها ومحاولة العبس بيها دي تحتاج فريق علمي يضع خطة لاعداد كذا مجال انت عارف حضرتك في ظرف تاريخ معين عملنا ست مجلدات عن موقف مصري من القضية الفلسطينية فريق عمل كبير مطلوب ان يبقى فيه فريق زي ده لبعض مو ده اللي انا كنت عايز سأل علي هل فيه جهات زي المجلس الاعلى للثقافة ان هو يتبنى مسألة تاريخ دور الشعب المصري في حرب اكتورك عندنا الجمعية المصرية دراسات تاريخية عندنا المجلس الاعلى للثقافة لكن محتاجين دعم يعني محتاجين دعم اعتقد لو تم العرض الصورة بشكل هيكلي اعتقد الدعم سهل في الامور اللي زي دي لان التاريخ لابد ان يكتب لحمايته من التشويه للاجالة جائعة